تمكنت الأمم المتحدة من إعلان هدنة إنسانية لمدة شهرين في اليمن لكنها لم تشمل فك الحصار المفروض على المدنيين في محافظة تعز منذ العام 2015 بنود الهدنة التي ترعاها الأمم المتحدة غطت تقريبا كل مطالب الحوثيين المتعلقة بفتح مطار صنعاء وميناء الحديدة وإيقاف العمليات العسكرية لطائرات التحالف لكن قضية حصار المدنيين في تعز بقيت نقطة مرحلة خاضعة لتفاوض لاحق قال بيان الهدنة إنه سيتم الدعوة الاجتماع بغرض نقاشه فور دخول الهدنة حيز التنفيذ تحظى تعز بتمثيل سياسي واسع في مختلف أوجه الحياة السياسية لكن قضايا سكانها لا تحظى بما يتوازى مع هذا الحضور ولا مع درجة المعاناة التي يتكبدها السكان العالقون في مناطق محاصرة ترتفع فيها تكلفة الحياة بالتزامن مع انخفاض جودتها تأجيل فتح طرق المدنيين في محافظة تعز وإهمال معاناتها جريمة لا تغتفر بحسب تصريح للنائب البرلماني محمد مقبل الحميري نشره على حسابه على موقع فيسبوك وقال إن قضية تعز وحصارها المطبقة ومعاناتها كان موضوع نقاش في اللقاء تشاوري الذي عقده يوم أمس أعضاء مجلس النواب برئاسة رئيس المجلس متعهدا بالعمل على تدوير العجلة بإيجابية وتسليط الضوء على معانات تعز ومن ثم وجوب تحمل الجهات مسؤوليتها تجاه هذه المحافظة اشتركوا في القناة